مرحبا خير حبايبي كيفكم شو اخباركم ان شاء الله الحبايب الكل ام صبحة ومسيا على خير احييكم من قناتي قناة مملكة الفنون والتجميل واليوم رح يكون الفيديو تبعتنا رائع جدا جدا للبشرة رح يجعل بشرتك مشرقة رائعة جدا جدا مليئة بالحيوية وراح نزيل جميع مشاكل التجاعد حبايبي اليوم الوصفة تبعتنا حبايبي رائعة جدا جدا وبنفس الوقت رهيبة للبشرة رح تكون حبايبي من رح نستعمل فيها حبايبي الخميرة هاي الطريقة رائعة جدا جدا حبايبي لو استعملناها للوجه رح تشد البشرة رح تغذي البشرة رح تزيل التجاعد ان شاء الله نهائيا حبايبي ما عليك رح نستعمل الخميرة مع الارز هاي الطريقة رائعة جدا جدا حبايبي رح ناخذ ملعقة كبيرة طبعا اخذنا الارز وطحناه عفوان خليناه على النار وخليناه يغليل حد ما صار معانا هيك كريمي شو رح نسوي رح ناخذ خلطة كتير كويس اخلي المي يتجانس مع الارز طيب تغذينك تقريبا ملعقتين كبارة من الارز وتحطيه على النار لحد ما يصير معاك هيك يعني الارز مخلوط ويا المي والمي اذا جيت اصفي رح يكون كريمي طلعوا كريمي حبايبي رح اخذ الارز مع الارز تقريبا مقدار حبايبي يعني ملعقتين او ثلاثة زي حتى لو حطيتي ثلاث ملعقت ما في اي مشكلة هذا الارز تقريبا انا اخذت ملعقتين ممكن تضيفين ثلاث ملعقتين ممكن تضيفين ثلاث ملعقتين عشان خليها بالثلاجة رح نضيف ملعقة كبيرة من الحليب السائل يعني هون صار رز مع الميتة وعته مع الحليب السائل وراح شو بنسوي نضيف حبايبي ملعقة صغيرة من الخميرة هاي هي الخميرة بنستعملها بالخبز رح اضيفها كله مع بعض كل حبايبي رح اضيفه مع بعض شو رح اصوي راح اخلطة بالخلاط احلي يتجانس مع بعض طبعا عفوان حبايبي يا ريد قبل ما نخلطة بالخلاط نسيبه هيك زين عشان شنقول يتجانس هيك مع بعض نسيبه تقريبا في عشر دقائق بعدها حبيبتي راح اخلطي بالخلاط وزي ما انتو شايفين حبايبي هذا هو هذا هو طبعا الكل تعرف انو الخميرة اذا انسابت على حبايبي يعني فترة رح تتخمر وتروح فائدة انا ما بحكي بالنسبة للعجن لأ بحكي للبشرة فالافضل انو تسوين هاي الوصفة شون نقول ما بتطول عندك يعني اليوم سويته اليوم بتستعملها طيب يوم يوسف انت تسويته كثير وين رح اروح فيه انا رح اعلمك ليش انا سويت فيه هيك ممكن حبيبتي عشان تستعملي دائما ممكن تسوي كابسولات هيك صغيرة زين اذا ما عندك وقت وشو بتسوي لي بتسوي تحطيهم بالفريز هاي الكابسولات وتستعمليهم طيب بتاخذيها قوالب ثلج وتخليها بالثلاجة وكل يوم طولي وحدة ممكن تذوي بيه وتحطيه هو بارد بعد افضل او هو قالب ثلج وتحطيه على البشرتك طريقة رائعة جدا جدا حبايبي ممكن انضيف لحبايبي فيتامين اي كابسولة او كابسولتين او انضيف لزيت اللوز الحلو او زيت اللوز المور او اي زيت التي بشرتك ترتاح او ممكن انضيف لحبايبي زيت جوز الهند كمان كثير حلوة هاي الطريقة شو راح اسوين حبيبي راح تاخذيه زي ما انتو شايفين حبايبي وراح نخليه على البشرة بالكامل طريقة رهيبة جدا جدا حبايبي هاي تحطيه لها اول طبقة شوفوا هيك انا هيك بس حبا أورجيكم طبعا ياريت بفرشة طيب اول طبقة تخليها بس شفتيها بلشت تمسك ضيفي الطبقة الثانية شفتيها بلشت تمسك ضيفي الطبقة الثالثة وخليكي هيك حبيبتي بعدها بالطبقة الثالثة سيبيها على بشرتك الحد ما تنشف تماما بعد ما تنشف غسلي وجهك كالمهتاد هاي الطريقة حبايبي هسويكم اياها ممكن مع طريقة تانية هاي الطريقة ممكن تخليها على الرقبة حبيبتي وانت تخليها على الرقبة لازم تشيلين رقبتك على السقف يعني تطلعين على السقف وتحطيها لازم ما تنزلين رقبتك ليش؟ مو لانا بصير وانت سأنا بحكي معاكم وحاقتها مثلا على رقبتي بس اذا كانت عندك الرقبة مزدوجة اللي فيها هاي الذقن زين او الذقن هاي الموجودة تحت او عندك خط على الرقبة طلع راسك ليفوق وحطيها سيبيها تقريبا 15 دقيقة وغسليها هاي الطريقة رهيبة جدا جدا لازالة التجاعيد اللي بالرقبة ازالة التجاعيد حبايبي على الخدود رهيبة جدا جدا حبايبي في خواتي كتبولي هي تنفخ المناخير بتسوي المنخارة كبير حبايبي هي بتكبر شوية الخدود الخميرة بس مو لحالها مع اضافات وهيك بس ما في مشكلة لا تحقيها على المناخير بعديها من منطقة المناخير ممكن تستعملين اي شي تونر اي شي بهذا الوقت على المناخير طبعتك ممكن فقط الحليب تستعمليه على المناخير طبعتك بيشده كثير حلو طيب حبايبي ممكن حبيبتي هاي الطريقة قلنا تستعمل لكل الولجه حتى تحت العين طيب ممكن كمان حبايبي تستعملوها للممكن حبايبي انقطع معي الفيديو ممكن نستعملها حبايبي كمان هي نفس هذه الطريقة بدل ما ضفت الحليب ضفنا الحليب ملعقة من الحليب ممكن انضيف بديل الحليب بياض البيض بياض البيض رهيب جدا جدا مع الخميرة بيقلع التجاعيد من الجذور بيحمل بشرة من التجاعيد المبكرة من حبايبي التجاعيد اللي وتي تضحكين تبينها البشرة من التعابير اللي بالوجه من تضحكون طريقة رهيبة جدا جدا حبايبي هاي هاي الطريقة لو استعملت طبعا قلنا تقريبا ممكن 3 مرات بالاسبوع ممكن حبايبي ارجع وعيد واكرر تتخلى بالثلاجة وتستعمل بالفريز وتستعمل مثل الكابسولات انا بالنسبة الي شخصية رح احطها السعالة بشارتي وبعدها اعملها كابسولات واعملها 3 مرات بالاسبوع اتمنى انه هذا الفيديو حبايبي تتخلى على الوجه الحد ما تنشف تماما وينغسل الوجه اتمنى انه هذا الفيديو نار رضت جميع واتمنى من اجتكم حبايبي انكم تدعمونا باللايك وشير واشتراك ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ومع السلامة